بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سندرس إخواني الطلبة في هذه الشريحة على بعض الأمثلة على الشرائح التكعيبية لنأخذ المثال التالي مثال ليكون لدينا الدالة التجربية ويساوي إلى Fx معطاوف قد جدول التالي Fx يساوي إلى 5x تكعيب نائس 3x تربيع عندما x بين سالب 1 والصفر وسالب 5x تكعيب نائس 3x تربيع عندما x بين 0 والواحد السؤال هنا هل هذه الشريحة هي شريحة تكعيبية طبعا الجواب حتى تكون شريحة تكعيبية حتى تكون تكعيبية يجب طبعا إذا سمينا هذه بالS0x وهذه سميناها S1x حتى تكون الشريحة التي أمامي شريحة تكعيبية يجب أن يكون الS0 إذا بما أنها تكعبية فهي متصلة فمعناتها الإتصال S0 يجب أن يكون في النقاط الداخلية منه هي النقاط الداخلية؟ أولا عندي سلاسة نقاط هي السالب 1 والصفر وواحد إذن النقطة الداخلية هي نقطة واحدة فقط إذا معناتها إذا هذه سميناها X0x1 هذه X2 إذا معناتها بالX1 يجب أن تكون الS1 بالX1 ويجب أن تكون الS0 بالX الS0 فتحة بالX1 يجب أن تساوي الS1 فتحة في الX1 وبما أن شريحة تكعبية أيضا S2-0 بالX1 يساوي إلى S2-1 بالX1 إذن هذه إذا أردت أن تكون الشريحة تكعبية أي يجب أن تكون هي متصلة ومشتقها الأول متصل ومشتقها الثاني متصل فمعنى كلمة الاتصال أنه في النقاط الداخلية والتي هنا هي نقطة واحدة يجب أن تساوي الS0 مع الS1 إذا تتحققوا هذا الشروط الثلاثة؟ قلنا عن الشريحة أنها تكعبية لنتحقق من ذلك أولا الS0 أنها هي 5X تكعب نقص 3X تربيع لو اشتقيناها لحصلنا على مشتقة هذه هي 15X تربيع نقص 6X المشتقة الثانية هي 30X نقص 6 الS1 هي سالب 5X تكعب سالب 3X تربيع الS1 هي سالب 15X تربيع سالب 6 الS تحتين هي سالب 30X نقص 6 إذن هذه الآن لنحسب قيمة الS0 عند النقطة X1 الS1 هي 0 عود بالصفر صفر صفر نحصى على الصفر طيب الS1 عود بالصفر سنحصى إذن فإنه S0 يساوي S1 بالصفر يساوي الصفر الشرط الأول محقق نأتي إلى الشرط الثاني الS فتحة بالصفر لنعود كل X بصفر في هذه العلاقة لو عودنا هون بصفر صفر فسنحصى على S فتحة 0 제일 صفر هي 10 لو جينا S فتحة 1 بالصفر عود هون بصفر وهون بصفر سنرى أن S فتحة 1 بالصفر أيضاً صفر وبالتالي فنحصى على أن الشرط الثاني أيضاً محقق لنأتي إلى الشرط الثالith الشرط الثالث S فتحتين بالصفر يساوي عود هنا بالصفر صفر ضرب 30 ناقص 6 الجواب نائس 6 لو جينا الاس فتحتين واحد في الصفر عودت في الصفر صفر ضرب سالب 30 هو صفر سالب 6 الجواب سالب 6 إذا معنات الاس فتحتين في الصفر يساوي سالب 6 والاس فتحتين واحد في الصفر أيضا يساوي إلى سالب 6 وبالتالي فإن الشريحة هي تكعيبية إذن الشريحة هي شريحة تكعيبية لو طلب مني طلب آخر هل هذه الشريحة شريحة تكعيبية طبيعية هي تكعيبية أما إذا يحتاج إلى أن تكون طبيعية ام لا فيجب أن يتحقق شرطان وآخران يجب أن تكون المشتقى الثانية للشريحة الأولى في البداية والبداية هي سالب واحد يجب أن تساوي المشتقى الثانية في الشريحة في النقطة النهائية وهي الواحد وكلاهما يجب أن يكون صفر إذا كان صفر فإن الشريحة تكون طبيعية طبعا لو جينا المشتقة الثانية وعوضنا في السالب واحد سالب واحد ضرب 30 سالب 30 سالب 6 سالب 36 إذن هذه ستكون سالب 36 يعني ليست صفر أيضا إذا جينا لهن وعوضنا في هذه الشريحة عن الـ XP1 سنرى أنه سالب 30 ضرب 1 سالب 30 سالب 6 سالب 36 إذن أيضا هنا سالب 36 يعني ليست صفر إذن لم يتحقق شرطات طبيعية وبالتالي فالشريحة التي لدي ليست شريحة تكعيبية طبيعية إنما هي شريحة تكعيبية فقط إذن هذا الشريحة التي لدي هي شريحة تكعيبية ولكن بما أن المشتقات ليست أصفر مشتقات تانية فإنها ليست شريحة تكعيبية طبيعية إذن هي تكعيبية وليست تكعيبية طبيعية إذن هذا ممكن يكون سؤال في الاختبار هل الشريحة تكعيبية أو هل الشريحة طبيعية أم لا الآن ممكن ناخد مثال آخر أنشئ الشريحة التكعيبية الطبيعية إذن هو يريد شريحة تكعيبية والشرطان المضافين منهما أنها طبيعية مرة بالنقاط النقاط هي 1 2 2 3 3 5 إذن لدينا إذن صورة الواحد هي 2 صورة 2 هي 3 صورة 3 هي 5 إذن بما أنه يقول لي 1 2 إذن عطيني النقطة 1 2 معناته صورة الواحد هي 2 النقطة 2 3 معناته صورة الاتنين هي 3 3 5 معناته صورة الاتنين هي 5 إذن عندي سلاسة نقاط 1 2 3 سلاسة نقاط إذن معناته عندي شريحة أولى وشريحة ثانية سنسمى الأولى S0 والثانية S1 إذن S0 هي عبارة عن D0 زائد C0 B X نقاط S1 البداية هي 1 B0 X نقاط 1 للتربيع زائد A0 X نقاط 1 للتكعيب هذه والشريحة الثانية ستكون عند الاتنين إذن معناته الشريحة S1 هي عبارة عن D1 زائد C1 X نقاط 2 زائد B1 X نقاط 2 للتربيع زائد A1 X نقاط 2 للتكعيب طبعا هذه إذا كانت X بين الواحد والاثنين وهذه إذا كانت X بين الاثنين والثلاثة إذن هذه هي الشريح علي أن أحدد قيمة الأمثال A0 B0 C0 D0 A1 B1 C1 D1 إذن هذه ثمانية أمثال أحتاج إلى ثمانية معادلات الآن كيف نحسب هذه المعادلة إذن لنشتق S0 طبعا S0 كما وجدنا S0 X هي عبارة عن D0 زائد C0 BX N-1 زائد C0 زائد B0 BX N-1 للتربيع زائد CA0 BX N-1 للتكعيب إذن من هنا إذا اشتقنا مشتق هذه 3A X N-1 للتربيع مشتق هذه 2B0 X N-1 زائد مشتق هذه هي C0 لو أردنا أن نشتق هذه مرة أخرى فإن مشتقها هو هذه إذا هي S0 S0 و S2 الآن نوجد نفس الشيء بالنسبة S1 S1 ما هي إلا نتذكر S1 X ما هي إلا D1 زائد C1 X N-2 زائد B1 X N-2 للتربيع زائد A1 X N-2 للتكعيب فإن S0 والنقاط الداخلية من هي إذا أن هذه النقطة كان عندي 1 2 3 زائد X0 X1 X2 النقطة الداخلية هي 2 X1 فإن S0 في النقطة الداخلية يسوي S1 في النقطة الداخلية كذلك الأمر S0 X1 هي 2 فعوضنا حصلنا على المعادلة الأولى كذلك الأمر S فتحة في النقطة الداخلية يسوي S فتحة 1 في النقطة الداخلية عوضنا هون بال2 بالاشتقاق عوضنا هون بال2 وعوضنا هون بال2 وحطينا هون يساوي بعض فحصلنا على المعادلة التالية وهكذا من المعادلات فحصلنا على هذه وهذه الآن المعادلات لأمامي هي هذه المعادلات بحلها مشتركا فإنني أحصل على قيم A0, B0, C0 والD0 أيضا نأتي الاسفة تحتين صفر في البداية يساوي الاسفة تحتين واحد في النهاية يساوي طبعا هذه الشرط التالي ولكن إذا الشرط التالي أن تكون مشتقة تالي في النقاط هذا الاتصال للمشتقة الثانية أعطني هذه المعادلة أيضا بحلها نحصل على هذه أيضا بما أن المسألة مسألة استفاء فإن S بال X0 و S بال X1 و S بال X2 كلها متساوية هذه بتعطيني هذه القيم تاج إلى معادلتين إضافيات أحصل عليهم من أنه الشريحة طبيعية فعندي معادلتين الشريحة كونها طبيعية فهذه وهذه بيقولك أن الاسفة تحتين صفر في البداية البداية هي في الواحد يساوي الصفر والاسفة تحتين في النهاية اللي هي عبارة عن ثلاثة يساوي إلى الصفر وهذا اللي حطيته هون بحل هذه المعادلات مع بعض لحصلنا على القيم A و B و C و D نعوض في المعادلات فنحصل على قيم السوابت كلها نأتي إلى هنا ونضع بدل A ما تساوي بدل A صفر B صفر C صفر و D صفر وهنا بدل A واحد و B واحد و C واحد و D واحد فنحصل على الشريحة التكعيبية المطلوبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته